يا أحمد نادر جلال يعني أحب أذكر المخرجين الكويسين من باب اللي إحنا بنقول خلق أو أخلاق يعني أحمد زي بابا الله يرحم وانت عارفة نادر جلال ده طبعا هو قيمة وقامة طبعا تقريبا هو قص السينما مين أمه مين جدته هم يعني المؤسسين للسينما المصرية مادام أسيا الله يرحمها وماريك وينيو وهو طالع لأبوه في كل حاجة على فكرة الوعى دي بجد يعني لما بشدها وعت على كيبل تحت السجادة كيبل كهرباء كبير فرقبتها ورمت وحطولها تلك وقعدت ساعتين عبل ما عملت الجاري اللي عالسلم دي التنفيذ صعب فطبعا قعدت عالتزاق لتلي لا 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 حاب لي أنه كله شوية أكد لي قليك شوية جد في الضرب خليك شوية عجانته بس انت قلبي قبيض برده آه طبعا 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 وليه نادية أنت ليك الأدوار بتختاريها بطريقة يعني مختلفة أو ليك حاجة محددة بتختاريها ولا أي دور بتريد عليك بتوافق لا بس فيه ممثلين ربنا بيوفقهم ويوصلوا لمرحلة الاختيار أن مثلا كذا عمل كذا شخصية فيقول لا أنا حقبل العمل ده وخلاص عمل واحد في السنة بس يبقى إيه عمل بقى فأنا اللي بيتعرض علي مش أقولك مش كم فأضطر قبل ولا لو رفضت انت عارفة اللي بيرفض بيقعد في البيت وبيتنسق مهنتنا دي الأسف النسيان فيها كثير حسة أنك مظلومة في الوسط الفني? طبعا جدا ده جاي من إيه؟ من أحيانا بص التجاهل ما بيبقاش مقصود نسيان أنا مش اجتماعية في الوسط يعني نادرا ما تلاقييني انت عارفة نادرا ما تلاقييني مثلا في تجمع في كرنفال في مهرجان ليس كنت أعرف إليك أنت فعلها مقلة جدا في الظهور والمهرجانات يعني أيهم مستلة دايما بيكون متواجدة انت للأسف لا آه ما معرفش يعني هي مش سبة بس ما بحبش بحبش الاختلاط مش عيب بس أحس أني معرفش مش عايزة أروح وخلاص ولما أروح لازم أبقى مشاركة في حاجة ما ينفعش أروح كده وخلاص وخلاص آه بحب مثلا مهرجانا للقوم للسينما كان عندي أفلام قصيرة انت بروح عشان أفلامي هناك آه لو مليش لا ممكن تواجد عوفك ولسا بس انت حاضنة وهالوكت كلش هو يوجاع تدر انت حتى فارجتك عنيب وقد دما وهو يقال سعر الوفاء من كثرة البياء الله 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 أي صوت الجميل ده حبث أي الموهبة المدفونة بجد والله يعني تمثيل وغنى ليه ما بنستغلش حاجة زي على فكرة أنا في الغنى كنت بغني في المصرح العرائي بس فغنى بقى فرقة موسيقية كنت تتمنى ان الحظ يأتي ومسل الشخصية من أشهر الشخصيات الفنية في مصر بجيعة مصابي يعني كل ما يعملوا مسلسل اسماعيل ياسين مش عارفة ايه ايه الشخصية دي اما بيتناولوها بمعناها يا امتا مرور الكرام مرور الكرام موجودة في حياة بطل من الأبطال اللي بيعملوا الحواديث عنهم ببقى بصي ببص كده على الشاشة بقول لا فالحق هنا ينتقل كذا هنا هتعمل كذا ديكي نظرة في العمل اللي بتشوفين وهي شخصية مختلط هي لبنانية القص فانا اللاجة المصري ممكن العوجان بتاع العرب عرفاه ممكن اعمله ودايما بيصروا يجيبوا ممثلين مثلا ايه غاية في الجمال رغم ان بديها مش جميلة بس كانت جذابة روحها حلوة وروحها حلوة وصحبة زي ما اقولوا صحبة نكتة يعني لما تعاضي معاها على اج ما هي شخصيتها قوية صحبة نكتة وتحب تهرج وتحب تطحك دايما بيطلعوها عارفها الحسناء اللي الرجالة بتدوب عند رجلية ومش عارفها ايه انا كنت اتمنى اعمل يعني الجزء التاني من حياتها وهي كبيرة اتمنى وصوتي بالاضافة الصوتي كان نفسي اعني كمان شخصة مونيرة المهرية الله الله شخصيات جميلة جميلة ايوة بس ما اخد منيش الحظ ان يجيني دور في مسلسل او فيلم في غنى ان شاء الله قريبة تيجي تقول لنا ان شاء الله كده حصري فنوني الناس وتيجي تقول لنا جالي دور في غنى وفي دور ايوة ان شاء الله ان شاء الله ايه اللي الناس متعرفوش عن نادية العرقية وحياتك الأسرية و ايه اللي الناس متعرفوش ايه له همد مفيش غموض حياة عادية جدا بس حصلت لي انقلاف في حياتي يعني ممكن يحصل لأي حد اكيد كلنا عمور المواقف اه يعني من من شديدة الهزار شديدة الضحك الى شوية انطواء يعني انت في البيت مش اللي احنا بنشوفها على الشاشة الفنانة القموديل اللي بتحط وصدر من قلبها انا عارفة عنك كده كوي اه بس في الخمس سنين الاخيرة لأ يعني قلت مش مش كا مش تقدم في السن بس انت عارفة لما تحصل مطبط ورا بعض ورا بعض ورا بعض تقتل طبعا اه اتنين اه مسألة الفنان انا انا يعني في ناس بعتبرهم شهداء الفن في ناس كتير الله يرحمها ماتت لانها قعدت في البيت خلي بالك قلة الشوكل او عدمه او 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 تسبب انتكاسة للفنان الفنان الحقيقي طبعا مش اللي عايز يطلع ويتشهر ويتفلوس ويش عارف لا يحب يقدم حاجة للناس تحبها فطبعا دي اصرر على نفسيتي جدا فحصلت نقلة في حياتي اني ابقى شوية منطوية مع نفسي طبعا السوشال ميديا طبعا التليفزيون بس انا اغلب مشاهداتي بحب الحاجات الوسائقية يعني عن الحروب عن الحياة عن معاناة الناس عن الحاجات دي تشديني شدك اكترات طوريح الناس اه بقى بتفرج على افلام بتفرج على مسؤسلات بس مرور الكرام قولي لي ايه اصعب موقف مرتي بي في حياتك اكيد كلنا ممر بموقف صعبة ايه اصعب موقف مر عليك اوه ما تعديش بس في موقف قولي لي حاجة اه اه يعني حضرة في بالك بي في موقف معرفش الناس هتعرفوا ولا لا هو جديد جديد هو جديد قانوني قانون جديد مع احترام يا القوانين رحت اجدد رخصة القيادة كاي مواطن طبعا واستقبلوني انا الشرطة والجيش بيموتوا فيها وبموت فيهم طبعا عايز اقولك ايه مستورة بعدي عليهم عارفة اللي بتعدي سلاموا عليكم سلاموا عليكم بحبهم اه طبعا فبالنتيجة انعكس ده انهم بيحترموني جدا ففضلي في وراء انا اصفد وشيه قولي وراء ايه كل وراء ايه موجود قالي لا المؤهل قولي ليه انا هقدم على وظيفة ولا ايه قالي لا لازم المؤهل قولي بس انا بقالي عشر سنين بسوق قالي قانون جديد بقاله مش عارفة 2009 مش فكرة قولي والله المفروض يا باشا انه يبقى بعد يعني مدام بسوق يبقى انا اتحطى القانون ده اللي لسه مقدم ممكن قالي لا على الكل قولي طب اجيب لك المؤهل منين المؤهل هناك في بغداد اعمل ايه؟ قالي كلمي السفارة طبعا السفارة ملهاش اولا انا متجنسة مصرية يعني انا بقيت مصرية خلاص السفارة لازم توكيل والخارجية مشوار بالسنين طب اعمل يا باشا اللي لأ سفر العراق وهاتيه قطلو جاع روح واخصر طيران كل ده عشان ورقة طب انا ممكن اجيبها لك مزورة هناك بتتبع الشيء تعرفة سلبيات الحروب اكيد فاختصارا صمموا على المؤهل عملت ايه بقى؟ قطلو اهديك يا ريك اجيبوا كده اجيبوا كده قال لي مفيش شلحة لواحد قطلو ايه هوه؟ قال لي تخشي محو الأمية وفعل؟ والضحكة بقى الناس تلمت على الضحكة طبعا طبعا محو الأمية ايه؟ انا بقدم انا قدمت مصرحية باللغة الانجليزية اروح محو الأمية اعمل ايه؟ قال لي لأ لازم وهكذا روحت وقدمت على محو الأمية ويوم الامتحان يكرموا المرء ايهان ايهان الاولاد اتفضل يا ماما مصطرتك اهي وممحاتك اهي وقلمك اهوك وربنا معاك الموضوع علم بكم ادينا في البيت وانا خارجة من باب ان شاء الله اكبر ربنا ينصرك وولادك بيبسوا للك ايه في حياتك نيلي الجميلة وادهم الجميل وحياتك كلها وميل حبيبة قلبي حياتك كلها لا لازم اخلصلك خلصتك فانزلت كده من الشقة وروحت قعدت عالتختة بعد خمسين سنة انا اعود عالتختة واكتب اه وانا خارجة قلت لهم بس انا نسيت نسيت وحرف النون النقطة فوق ولا تحت فكروي محزلة ماشي القانون عادل بس بس في حاجة يعني ايه فيها استثناء من خلال الكلام معاكي والشرطة تكوني مشهورة من خلال بيبان على الشخصية اللي قدامك انها مثقفة او لا اكيد بيبان يعني اعملوا بتحان كده الشكلي لكن مشتروه معا والامية انا حسيت ان يتالت لما نزلت المستوى ان يعود فتختة ويملوني موقف صعب فده موقف مش حنساء مش حنساء كلميني عن اولادك حابين في حد فيهم حاب يمثل زيك وهلا الساعة زي لو حاب يدخل مجال التمثيل ولا لا لا اله انا خايفة الناس تزعل منا في الواسط بصي اه حظ الواسيمين في المرحلة دي مش اقدي كده مش عارفة ليه معقول اه طبعا رغم ان الدراما محتاجة للوسامة بجانب الموهبة وكله انت عارفة يعني خصوصا مصر مشهورة لما تجيبي صور الزمن الجميل ورابعت 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 تتهبلي من جمالهم فدلوقتي فيه اه فيه واسيمين رجالة وستات بنات وشباب لكن قلة يعني ندرين للأسف كله عارفة لي هو العادي الشكل العادي الاصمر غامق مثلا الاكرت المناخيره كبيرة والله العظيم اللي بقى حظهم والله ما شاء الله لا قوة الا بالله أنا أولادي واسيمين طبعا نيلي طبعا أمارات الله أكبر عليهم حبايب نيلي ملهاش في التمثيل خالص بتدرس لغة اسباني ومي دخلت ديكور طبعا دخلت يعملولها التاسد في المعد سقطت سقطوها على طول مش مشكلة فدخلت ديكور بتدرس ديكور وطبعا انت عارفة ميا انت قدري تقولي ما شاء الله عليها طبعا أمارات وأدهم طبعا ربنا يحفظه يمكن له شهرة في مصر اقترين شهرت انا مش عارف عليه انتو الاتنين عاديم يتفرجوا علينا الوقت اه احب تقولي لهم ايه احبك ربنا يحفظك ويحفظت ولاد الناس كلها اللهم أمين يا رب وكل عيلة في الدنيا ما تشوفش حاجة وحشة في ولادها أبدا أبدا اللهم أمين يا رب احنا قلنا أصعب موقف في حياتنا زي عايزين أطرف موقف في حياتك أطرف موقف الطرفة بتيجي في المسرح أكتر أكتر بس في الدراما بمرة وباختصار بردو كنت بمثل في مسلسل مع الراحل خالد صالح الله يرحمه الله يرحمه في المهم كان يوم منهج جدا وروحنا البيت ادونا أوردر تاني يوم ساعة خمسة أو ستة للمغرب فقلتوا احنا حنلحق ننام المهم انت عارفة الموسقى الجدا وتعبان طبا يحط راسه بس فحطيت راسة خطافة وصلتهم في البيت يصحوني فصحيت الحمد لله الحمد لله فلاقيتهم كلهم نينين زهلت كاللوسي أزعى وقلهم ليه ما صحيتهم نين الساعة خمسة اجري حضرت الشنطة والراكورات وكده ونزلت ضغريتين من ستوديو مصر عارفة عند ال أكيد دخلت ستوديو مصر لقيت الراجل لسه بيعمل شاي فسلمت عليه فتح لي القوضة بتاعتي عدت في القوضة ساعة اتنين تلت ساعات محدش حتى خبط علي فتح الزبط محدش حتى ماسك التليفون وكلمة الإنتاج ايه اللي بيحصل ديه؟ دي مهزلة انتو ازاي تجيبوني؟ ومحدش موجود فضى مفيش حتى نفر جيه وعدت أزعى وزعلوا مني زعلت طبيعي يعني اه يعني ايه تلتعني ثلاث ساعات في القوضة وانا جاية انتايم فالمهم لقيتهم يا مدام نادية صباح الفل وقيت له يعني ايه؟ قال لي احنا الصبح يا حبيبت بتي عارفة الساعة خمسة بيبقى الجو زي المغرب بالضبط جدا وانا بمشي شايف الشوارع خالية قلت من امتى الشوارع خالية؟ وكي اللي بيحصل فصلت فتيجي لحظة على الإنسان واقسم بالله بيفصل تماما ممكن ننسى اسمه ممكن ننسى عنوانه فمن كتر الجهد اللي شفناه انا رحت للصبح يعني انا نايمة مثلا 12 بالليل صحية خمسة مفكرة صحية ايه؟ خمسة المغرب خمسة الصبح اه؟ وقدت الشنطة وروحت بقى نمت موقف طبعاً اكتر من اصدقاء كان عندي تقريباً تلاتة او اربعة الاربعة دول في الوسط الفني كانوا من اعز صحابي بس ايام الكفاحة احنا نقول اه في الوسط الفني مفردة بالبحباج قوي ايام النحت ايام الجهاد اه فبقينا متضربين في الشهرة في المستوى الاجتماعي في المستوى المادي فيه فيه يعني في تنافس لا لا مش تنافس هم عليوا بقوا فوق قوي فاحيانا البشر دي يمكن طبيعة فيه لما يبقى فوق قوي بينسى اصحابه القدام او ما بيحبش ما بيحبش يعني ايه؟ يقول لا مش عايز افتكر الايام دي بيحبش